موسيقى يبدأ المسلسل ببطلنا بيوصل الشركة وبيقول له السكرتير ان السيدة وصلت وعندها طفل عمره 4 سنين والناس بيتكلموا عليها كلام وحش فبيخلي السكرتير يعرف مكانها ويقول في نفسه 4 سنين ممكن يكون من الليلة دي عندها طفل وبيفتكر من 4 سنين كانت بطلتنا دايخة لانها شربة كتير وبتهرب من شخص بيجري وراها في فندق وام بطلنا بتتصل لانها عايزة يتجوز بنت لانها مغرمة بي وكمان عشان مصلحة الشركة وانها تروح له الفندق يرفض ويتعصب ويشرب كاسه قدامه ويجي يمشي يحس بالدوخة وبيستنتج ان امه كانت حطة في الكاس مخدر ليه يفتح الباب طوع بطلتنا لانها كانت بتمشي وهي مش شايفة ويمسكها ويقرب منها وترجع بطلتنا شين من السفر وتكون سعيدة لانها رجعت ويجي منها ويسألها انت قلت انك هتدوري على ابويا امتى هنلاقيه تقول له هو كان عارفني من السلسلة اللي لابساها لكن للأسف ضعت مني ويشوف الطفل الأخبار ويكون فيها جيانج ويقول ماما هو ده بابا ده شبه جدا فتروح تشوفه تقوله لا مستحيل ازاي ده يكون ابوك فيسألها مين ابويا فتفتكر من خمس سنين لما كانت بتهرب من واحد وهي متخدرة لان زوجة ابوها كانت عايزة تجوزها له بالعافية عشان الفلوس وهي بتجري بيفتح جيانج لغرفة وطقع ويمسكها وتكون مش فاكرة شكله لانها كانت شربة كتير وتمشي بسرعة لانها تأخرت على شغلها وبتروح شغلها وهي بتجري لانها ما تأخرها وبتغبرت في البنت فبتغضب عليها اول ما تشوفها تصدم البنت لانها بنت زوجة ابوها انتي هنا ليه من خمس سنين المفروض تكوني مش عايشة بعد ما كنت مع الرجل العجوز تقولها شين انتي وامك اللي عملته فيها كده تسألها انتي قصدك ايه برجوعك عايزة تستاولي على ممتلكات بدعتنا اوعي تفتكر ان دو هيرجع ليكي علشان رجعتي يشوفها وتصدم لانها كانت حبيبتو القديمة انا ودو خطبتنا قربت وكبان انا حامل في ابنه تبتسم شين انت فكرة هعمل ايه يحاول دو يكلمها تقطعه شو كلامه انت ما شفتش الفيديو وعارف ايه عملت ايه عشان الفلوس مع رجل العجوز وتحذر شين لو حاولت ببس تغوي خطبها مش عترحمها انتي مش ممكن تعيشي هنا وكبان هدومك شكلها رخيص جدا تقول لها شين انا مش فاضي للكلام ده وتمشي علشان شغلها يجي مديرها بيجر ويديع كاس تديل الديوف مش ممكن تدايقهم ويلمسها وهي مش يتوقعها شو ويقع الكاس على بنتي جاية قدامها فبتمشي شو تسيبها فبتصرخ عليها او انتي مش شايفة تعتذر لها شين انا فعلا مش قصدي وتستمر في العياض انتي مش شايفة كويس ده مكان للاغنية بس انتي عارفة تسريحة شعري مكلفة كام وكمانفوس تاني لو بيعتي كل حاجة بتملكيها عمرك ما تعرفت ادفاعي تمانهم حتى لو غويتي شخص تتعصب شين لكن بتتملك نفسها علشان ما تطردش من الشغل فتبعدها جامد البنت وقبل ما تقع يمسكها جيانج تتعصب البنت دي حاولت تغريك لازم تترضع من هنا فيسألها جيانج انا شفتك قبل كده فتقول شين في نفسها ليه يا ربي نحظي وحش كده وممكن اضطرت كمان من العمل لازم اقدم في مكتب كويس وما ضيعش وقتي هنا وتقول انا بشتغل هنا بدوام جزئي ممكن تكون شفتني قبل كده فيمشي وبعدين يجي مديرها ويطردها تقول انا ما عملتش حاجة علشان تطردني فيقول لها اللي طردتك هي ليه تحاول تشرح له ان هي ما قصدتش توقع الكاس يرفض يسمعها وكمان انت حاولت تغوي حبابها كان المفروض ما تحاوليش تلعب معاها حتى انا كان ممكن اضطرد ويعرض عليها لو عايزة تستمر في الشغل هيدفع لها 30 ألف يوان لكن بشرط ان هي تكون حبيبته وتنجب ليه طفل وهيطلق مراته ويتجوزها تضربه على وشه انت كلبه حقير يتعثب عليها ويخل الأمن يخرجوها من المكان وتخرج بنفسها ويحاول جيانج يفتكر شافها فين قبل كده لانها شكلها مألوف جدا بالنسباله لكن مش قادر يفتكر ويقول للسيكيرتير انه أمه اتصلت بيه علشان برتبه ليه مساعدة يرفض ويقوله هي بتحاول تغدعني وتكون بطلتنا بتفتكر وهي مشية لانها اتطردت من العمل بسبب ليه ومش عارفة تعمل ايه وفلوس مكتب المحاماة مش هتكفي تدفع مصاريف دراسة ابنها فتسمع فجأة ان فيه ناس بيتكلموا ان السيدة جيانج طلبة مساعدة لابنها بمبلغ كبير اول ما تسمع المبلغ وتقرأ الاعلان وتكونها تشتغل مساعدة لمدة 6 ساعات في اليوم ويكون كل هم اللي بيقرأ الاعلان انه هما يقربوا من رئيس مجموعة الشركة مش عشان المظيفة ويكون وقت العمل مناسب ليها انها تقدر كمان تكون في مكتب المحاماة وتروح لأول المكتب وتقدم على الوظيفة يوافق عليها المدير بسبب مؤهلاتها رغم انها مشتغلتش من فترة كبيرة ويديها قضية صعبة علشان يشوف بيها مهاراتها تكون سعيدة جدا ويعرف جيانج ان القضية استلمها المحامي والسبب ان فيه واحد رفع دعوة على شركته وسبب له مشكلة وحاول السكرتير يدفع عليه مبلغ علشان يتراجع عن الدعوة اللي رفعها ضد الشركة طبعا بيرفض الشخص ويقوله من هم هيقضيهم والمحام المسؤول عن القضية هيوصل دلوقتي وتروح شين للشركة لأنها هي المسؤول عن القضية يتصدم اول ما يشوفها يسأله السكرتير هو انت تعرفها لانه طبعا الصدم فيقوله هم اللي اتنين سوا لا طبعا اول مرة شوفه كان مبارح يقول لا جيانج انت مبارح ظهرتي قدامي في الملها دلوقتي في شركتي اكيد كل ده مش فطفة هو انت مين ومين اللي معينك علشان تكوني جنبي تحاول تشرح له انه هو فيهم الموضوع غلط وانها في سعب الفلوس بتشتغل في وظائف كتير فيقولها اقول المديرك يجيب محامي غيرك تستغرب هو انا عملت حاجة علشان تطلب واحد تاني وكمان مش ممكن تعمل كده دي اول يوم لنا في العمل اكيد مديرها هيتردني من العمل لو عارف انك عايز تستبدلني يقول لا خلاص روح استقيلي من المكتب وخلي رئيسك يجيب لي شخص تاني تستغرب انا مش فاهم اي كلمة ويقول في نفسه انا عايز اعرف ايه الحيلة اللي هي بتستخدمها معايا وبعدين بتروح بيت السيدة كيه علشان تقدم على ظفة المساعدة وتوافق عليها السيدة وتقول لها انها ساعدك كويس تقول لها انت مش هتكوني مساعدتي انت هتكوني مساعدة لابن جيانج طبعا بتتصدم ويحذرها السكرتير انها مش ممكن تغلط ابدا وتخلص التنظيف لكن وهي ماشية تكونها تقع فيقع من ايديها المية تجري وتجيب شيء علشان تنظف بيه الارض لكن بيجي الجنج ويقع من المية فيغضب جدا وينادي على مربية البيت ايه زي ما تنظفش الارض تقول لها انا مش مسؤولة عن كده والمسؤولة هي المساعدة الجديدة فيقول انا عرفت هي مين ويطردها فتيجي شين وتقول لها المربية انت اتطردتي تحاول تشرح لها انها كان هتقع وكمان صرفت نص المرتب لانها استلمتوا قبل ما تشتغل يعني مش تعرف تمشي تصمم المربية على الطرد لان السيد جينج هو اللي طردها بنفسه وتقدر تسدد المبلغ بعدين يقول لها السكرتير انها غلطة غلطة كبيرة لانها مالتزمتش بالقواعد وانه مش هيقدر يساعدها ويمشو ويجي جينج ويبص لها بغضب يسألها انت هنا ليه ماعتقدش ان كل ده صدفة عايزة تقول انك بتشتغل في ثلاث وظايف تقول لك كل المصايب اللي انا فيها بسببك انت وانفك ووشك الاثنين منتفخين عايزة صورك وانشر الثورة علشان الناس يشوفوا وشك بنظرتك السيئة دي وانك مش وسيم ولا حاجة وانه هم مغدوعين وتقول له انا المساعدة الجديدة هنا واللي حصل انبارح ان انا اتطردت وبسبب عدم مساعدتك لي فقط وظفتي انت دلوقتي موسوط يبص بغضب وتقول نفسها دي علامة انه مش هيسمحني فتقول هو انا كنت مدينة لك في حياتي السابقة عموما مش مهم انا همشي فيقول لها استني تضحك وتبص له هي عاملة نفسها غضبانة اعايز ايه تاني وتقول مهارتي في التمثيل ممتازة علشان اقدر اعيش لازم استعمل القانون ده ويقول لها انه هيتحقق في اللي حصل في المالها معيها ولو عايزة تستمر في مكتب المحاماة وتشتغل المساعدة في البيت فهو موافق ومش هيتردها ويقول انا اخليها عشان اعرف هي عايزة مني ايه ويقول المربية انه هو رجعها لعمل تاني تسألها المربية هو انت عارف المدير قبل كده تقول لها قبلته بس مرة واحدة وحصل تفاهم بنا وتمشي وتقول المربية في نفسها ازاي الرئيس عمل كده ممكن يكون يعرفها لازم اقول ل والدته ممكن تكون هي والرئيس سوا تقول لا مش ممكن اكيد انا فكرت غلط لان افتكر ان البنت دي حظها وحش ويجيب السكرتير تقريري عنها ويقول فيه حاجة غلط في البنت دي ويقول له السكرتير ان شين فعلا فقدت وظيفتها بسبب ليو وهي واحدة يتيمة وظروفها مش كويسة علشان كده بتشتغل وظائف كتيرة جدا ودايما مكتعدة في عملها حتى في دراستها كانت ممتازة وكمان ايديها مختلفة عن كل البنات مش نعمة من كتر العمر اللي هي بتشتغله هي مش كذابة ويقول له ان مامتك قالت ان جيها تجيلك الشركة بكرة يغضب وتاني يوم بتكون في البت وغضبانة لانها استنت جيانج كتير في الشركة وما قبلهاش وجمان استنته ساعتين في البت وما وصلش وتكون المربية مش عارفة هو هيرجع امتى لانها ما تداش تسأله ولما تعرف ان شين المساعدة الجديدة بتخليها تهتم بالظهور اللي خارج البيت طبعا ما تداش ترفض وتروح تهتم بيها ويجي فجأة جيانج تتخد وتجيب عليه المية من غير ما تقصد لمدة طويلة بصعب صدمتها منه يقول لها مش كيفية لعب تعتذر وتحاول تساعده في تنشيف شعره يمسك كده ويسألها انت ليه ما روحتش الشركة تقول لها انها مشغولة وكمان مش عايزة تعيش معاه تحت رحمته يعني تيجي المربية وتصرخ عليها بسبب اللي عمرته مع جيانج قلت شرح لها ان هو وصل فجأة وتخدت منه وما أصدتش تعمل كده يقول لها قصدك ان انا اللي غلطان طبعا بتعتذر انا هكون حذرة وكمان هشوف ايه اللي انا غلط فيه وترمي ملابس الخدمة من غضبها فبتيجي عليه تتصدم انا هكون ميتة دلوقتي فبتجري منه وتتصل بيها المربية انت فين انت بتمشي من غير اذن اخصم منك 500 يوان ارجعي بسرعة وتستغرب ان المربية خلتها ترجع تاني الشغل ازاي دي بتسمع كلام السايد جيانج بس لو السايد جيانج هو اللي سامحني وتقول مش مهم اعم حاجة الفلوس دلوقتي وترجع تاني تشتغل واول ما تشوف جيانج تستغرب انه غرقان في الميا وتحاول تهتمي بي يقول انت مش بتحسي انت لسه هنا ليه لانه كان كل الوقت ده بيتجاهلها تقول المربية اعملي له حاجة يشربها علشان ما ياخدش برد يصرخ عليها انت زي تقول لها تعمل ايه تعتذر له انا مجرؤش لكن العامة هي اللي طلبت مني اعتني بيك تتصل بيه امه ويقول لها انت بتلعبي حالك عليها وتقوله ان جيها هتعيش معك لفترة قليلة علشان تهتمي بيك وكمان علسها سفرت برة انا قلقان عليها انها تكون لوحدها في بيتها وهي عاد ساعدني في الاهتمام بيك يقول لا انا مش محتاج مساعدة خليها تمشي انا عندي مربية جديدة تقوله خلاص خليني اشوف البنت اللي كانت معك من خمس سنين ويلا انت كنت بتكذب عليها وانت فعلا ما كنتش مع اي بنت وتقفل التليفون ويقول مربية تخلي شين تجيب له التليفون قبل ما يروح الشركة وتروح لو تدي له التليفون يقول لها اشتغلي كويس تقول في نفسها انا هنا عشان اشتغل مش عشان اكون عبدة ليك يقول لها في حاجة مضيقكي تقوله لا طبعا انا هعمل كل حاجة انت بتقول عليها هو تيجي يجي ليها متعصبة جدا تمسكها من هدومها انا بحذرك ما تعتمدش على جمالك المربية هلا طلبت مننا تدي له التليفون انا مش عايزة تدي له اي حاجة طبعا مش بتصدقها كيف فاتت ظهري انت فاكرا ان انا معرفش انت بتفكري في ايه انت عايزة تقربي منه انت بتحلمي ابعيده عنه كان فيه بنت عايزة تقرب منه واتطردت ازادك جرائي وانت مجرد خدامة تفكري كده استقلي دلوقتي تقول لها انت اللي بتحبيه قوي علشان كده عايزة تقربي منه تبعدها جامع تقول لها ده تحسير ليك وبعد كده مش هكون مؤدبة معاك ولو حاولت تشك فيها ما حد شايدر يسيق لي ويصدق مربية زي انت استحقي كل اللي انا عملته معاك وتسيبها وتمشي وتيجي المربية وتطمن عليها وتقول لها ما تتحاوليش تتخنق معاها لانه امه غنية جدا وكمان صاحبة السيدة من سنين واللي اتنين بيتمنوا ان جيانج وجي يتجوزوا عشان كده السيدة خالتها هنا مع جيانج لو اسأت ليها هتتقذي تسألها جيانج بيحبها فتقول لها انه عمره ما بص ليها والنهاردة السيد جيانج هيرجع متأخر وعتخرج من عملك متأخر فترفض لان عملها ست ساعات بس ومش هينفع تتأخر على بيتها طبعا بسبب ابنها فتقول لها انها تديعي تلت أضعاف مرتبها فتوافق بسعب المرتب ولازم تنظف غرفة جيانج قبل ما يوصل وهي بتنظفها تجيلها جي ليه ما مشتيش دلوقتي ده وقت اخروجك انت عايز تستني جيانج وتحاول تشرح لها ان المربية هي اللي تلاها تشتغل عمل إضافي تقول لها ما تحاوليش تلعب معايا انا عارفة انتينة ليه عايزة تغويه هو انت فاكرة ان انا أصدق كلامك ده مش موام تصدقي او لا انت خايفة خدامة تاخده منك وكون خاص ماليكي انت فعلا مش واثقة في نفسك وتفتكر وتقول في نفسها عائلتي عندها معادي مع عائلة جيانج كمان 3 ايام اكيد في الايام دي مش هتقدر تاخد مني جيانج مش ممكن افكر كده وتقول لها شين انا ممكن امشي من هنا علشانك اديني 500 الف يوان وهامشي دلوقتي انت غنية اعتقد صفقة كويسة ليكي وتقول لها انا ممكن اديك الفلوس لكن مش دلوقتي استقري الاول ترفض وتقول لها نهاردة الصفقة دي على ليو واكيد هي اغنى منك فهتوافق تقول لها لا هي مش اغنى مني وتبعت لها الفلوس بشرط انها تمشي دلوقتي وتكون الخدمة سمعتها لو استقلت دلوقتي واخدت الفلوس منها المحامة يرفع عليكي قضية بتهمة الافلاس وتقول لجي ان السيدة اخترت الخدمة بنفسها لو عايزة تشتريها لازم تقول لها تقول لها لا انا بس كنت باختبارها لكن زي ما شفتي هي بنت جاشعة الناس اللي زيها مش ممكن تكون هنا تقول لها ده مش قراري وتقول لها ان الجيانج مش هيوصل دلوقتي تضعي تمشي ويكون جيانج بيتكلم في التليفون ويقول له الشخص ان حسب القوانين مش ممكن تكون في البيت يقول له ما تسبهاش تمشي ويجي السكرتير ويقول له ان فيه دعوة لحفلة الساعة تمانية يرفض يروح انه هيرجع البيت بدري وبعدين تقول شين لكبيرة الخدم انها لو عايزة تطردها بسبب اللي حصل مع جي تطردها والمرتب اللي خدته اول ما يكون معاها فلوس هترجعوا ليها وتمشي فتغبط في جيانج انت هنا ليه يقول له ده بيتي تقول له انا استقلت وتمشي يمنعها من اللي قالك تقدر تستقيلي وتقول له ان هي ارتكبت خطأ يقول له انت مستعجلة قوي رغم انك غلطتي انت هنا لانك فقيرة وعايزة فلوس تقول له انا ما عملتش اي حاجة غلط ما كنتش هسرق الفلوس خلاص اطردني لو كنت فاكرة ان انا عملت حاجة غلط يرفض يطردها لان ظروفها سيئة ولو طردها هيكون عمل غير انساني وتكون سمعهم جي وتغضب وتتصل بشخص ينافذ اللي قالت له عليه وتقول له هتجاوز جيانج كل المخاطر تستحق الجهدي وتحط المخدر في الكاس وتروح له وتدي الخادمة مية لشين توصلها لجيانج وتقول لها ليه انا تقول لها اسمع الكلام وتروح وتسمع كلام جي وهي بتحاول تدي لجيانج الكاس يغضب منها لكن بيشرب كاس غيره ويقول لها ليه لازم اخد الكاس اللي معاك ويشربها هي الكاس وتدخ طبعا وتمسكه انه فعلا معجبة بيك يبعدها تدخل فجأة شين وتفرخ عليها جي وتسيج المربية تطمن على الجيانج وتقول لها جي ترضيها لانها دخلت من غير استئزان يولا الجيانج زي تتجرأي أو سديني كاس تنكر طبعا ان هي عملت كده فيقول لكبيرة الخدم تفحص الكاس وتقول شين انها هتساعد في الفحص وهتاخد كمان اجازة مرضية لمدة اسبوع وتكون نتيجة الفحص انه فعلا كان فيه حاجة في الكاس فيخلي الحارس يطردها من البيت وتكون شين في بيتها بتهتم بابنها وتفضل تحسب فلوس المعيشة ومصرفها لان الفلوس اللي معاها مش بتكفي ومحتاجة 600 ألف وتتصل بيها صاحبتها لانها جاي بليها شغل بمبلغ كبير لكن في مالها ترفض لكن بتقناها عشان هي محتاجة الفلوس فتوافق وتروح ويكون بتضايقة من فستانها لانه قصير ويقابلها المدير ويقول لها اهتم كويس بالناس اللي هنا وتدخل تلاقي فيها جيانج تقول فعلا الدنيا صغيرة وليه هو هنا وتحاول تمشي بسرعة يوقفها صاحبه ويطلب منها تعمل ليه كاس انت مش عارف القواعد هنا طول ان هي جديدة فيضحك ويقول لها تعالي ساعد جيانج لو كنت معاها هديك 2 مليون وهي بتساعده وبتوقع تجنبه يمساكها ويقول لها أنا بدور عليك من سنين تقول له فوقه تعالى معايا أنا شين يبعد ايديها ويقول لها حاس انك مألوفة وحسيت فجأة انك شبه البنت اللي بدور عليها ويقول لها ما كنتش توقع انك تكوني هنا وبتشتغلي عشان كيا طلبتي اجازة يقول لها الفلوس اللي بتغديها مش كفاية تقول لها فعلا محتاجة فلوس وانا مجرد عاملة مش اكتر ووقت عمل انتهى في بيتك ومش من حقك تدخل في اموري يقول لها خلاص هتغدي كان في الليلة تتصدم وتوقع الكاس يتكسر وتبكي وتقول هدفع ازاي تمنه ده غالي انا مش معايا فلوسه يطلب منها تاني تصرخ عليه وتقول له انت زي بتعمل معايا كده ويقول صاحبه هي زي بتصرخ عليه كده اكيد هي ميتة يتعصب وتحاول بنت تهديه وتديله كاس يبعدها ويقول لها لو مش عايز التردي امشي دلوقتي وتيجي شين هي كمان تمشي يمنعها جاوب الاول على سؤالي ويخلي اصدقاء يمشوا من العرفة وتحاول تمشي يمنعها وتقولها اخد منك 3 مليار وتقول في نفسها اكيد هيسكت ومش هيوافق ده المبلغ كبير جدا ويكونوا تحاول بيرقبوه اكيد مش هوافق ده المبلغ كبير لكن بيوافق علشان تكون حبيبته تتصدم وتحاول تمشي يمسكها ويمنعها تمشي انا بهذر يقول لها بس انا ما بهذرش فتعوده وتجري ويقول له صديقه اساعدك واجبها لك يقول له لا هي باعت خلاص حبيبتي مش هددر تهرب مني والتاني يوم تطلب الاستقالة كخدمة وتقول له كبيرة الخدم هو انت فاكرة العادة بتاعك انت ممكن بسد نوترودك لكن مش ممكن تستقيلي فجأة تتحيل عليها دي مسألة مهمة تقول له كبيرة الخدم خلاص اسألي السيد جيانج ترفض لانها تستقل بسببه وتقول له ما تزعجهوش بسبب حاجة بصولة زي دي وييجي صاحبه انت فعلا خدمة عند جيانج وكمان جريئة جدا عبدتي وهربتي ده فعلا جيانج مهتم بيك تقول له لا طبعا يجي جيانج ليه عايزة تستقيلي لو استقلتي هرفع عليك دعوة ويقول له صاحبه ازاي ما خلي بنتي جميلة كده زيها تكون خدامة دي المفروض تكون سيئة للأصر ادهالي انا يبصاله بغضب يقول انا بهذر معاك مش اسرقها منك زي حبيبتك ويقول لها ان جيانج لسه عازب تقول انا مش مهتمية بيه انت فعلا محتاجة فلوس علشان توافق تشتغلي في وظايف كتير وبعدين يطلب منها جيانج قهوة ويسألها هو انت ليه هربت مني تقول له انا ما هربتش انا بشتغل هناك مجرد نادلة مش اكتر يقول له لكن احنا بنا اتفاق من مبارح تتصدم اتفاق ايه لانا كنت بهذر وكمان انت ما تدنيش الفلوس يقول لها راجع بطاقتك وتراجع تلاقي فيها مديها تلاتة مليار خلاص اتفاقنا تنفذ تقول له انت مجنون دي تلاتة مليار مش تلاتة يوان وتحاول ترجع له الفلوس ياخد منها التليفون انا خلاص دفعت الفلوس مش هترجعي اي حاجة ازاي تعمل كده انا مجرد خدمة فقيرة فكر بالطريقة دي ما عليه هي جميلة وكمان هي معجبة بيك يقول له انت شايفة كده تقول له ايوة يقول له خلاص اقنعيها تقول له خلاص ديني وقت يقول لها اسبوعين وتطلب اجازة لانها مريضة يغضب طبعا عليها يقول له وانت هتروحي نفس المكان تاني عشان الفلوس تقول له لا طبعا ويجي له اتصال من السكرتير يوبي البنت اللي كانت معا من 6 سنين ويديها عقد اليشم ويسأله ايه علاقتك بالعقد ده يقول له ان كان معاها وقدر من خلاله عرف مكانها ويروح له البنت اللي باعت لهم اليشم وبيسألها عن عقد اليشم تتصدم حصل ايه ليوبي يقول لها من 5 سنين كنت انت اللي دهلت الغرفة في الفندق ما تقلقيش انا هكون مسؤولة عنك تقول له انا ما عرفش انت بتقول ايه فيقول خلاص مش هي فيسألها السكرتير انت جبت مني القلادة دي تقول انا اشتريتها مش اكدر انت محتاجة فلوس وبيعتها ومعتقدش ان فيه حد يتعامل معاها على انها كنز ويشتريها بسعر غلي فيمشي يقول له باين ان هي كذبت عليك وهي البنت اللي انت بتدار عليها يقول له لا مش هي ويخليه اتحقق تاني عن البنت ويقول له جهز هدية لان عيد منادي السيدة الكبيرة بعد يومين وبعدين يكون في الشارع والطفل ماسك رجله رافض يسيبه ويقول له انت بابا يقول له انا مش ابوك والناس يقولوا ده شبهك ده زي ما يكون حتة منك ازاي مش ابنك ازاي تتجرق وتتخلى عنه وازاي تخليه عيق كده احضنه بسرعة ويقول السكرتير ده فعلا شبهه ممكن يكون ابنه وبسعب قطر الكلام الناس يقول له السكرتير هو فعلا مش ابوه وانا هاخدك للشرطة علشان اعرف مين اهلك يمسكه تاني ويرفض يسيبه فيشيله جيانج ويمشي السكرتير الناس خلاص كل حاجة تحلت يقول له جيانج انا فعلا مش ابوك لكن انا حبيتك ممكن اجيب لك هدية استعرب السكرتير ازاي الرئيس صبور كده ومش صعب طوله عمره مش بيحب الاطفال ازاي بيدلع الطفل الغريب ده وتشوف شين ابنها معاه ليه انت معاه وتروح تاخد ابنها تتراجع هو عارف ان انا مريضة النهاردة لو شفني اكيد هكون ميتة على ادي وتتنكر وتروح تاخده يبعدها السكرتير وتقول انا كنت بدور عليك لفترة كبيرة وتاخده قبل ما تمشي يوقفها السكرتير انت فعلا امه تقوله طبعا بيقول امي ويأكد الطفل ان هي فعلا امه يقول لها السكرتير انت سيبتيه كان هيضيع احنا اهتمنا بيه كان ممكن ما تلاقيهوش تشكره وتمشي بيقول جيانج انا سمعت صوتها قبل كده فين وتقول لابنها انا حذرتك قبل كده انك تخلي غريب يحضنك يقول لانا كنت حاسي ان هو ابويا وانه هو شبهي وتاخده علشان تشتري ملابس وبنها يلعب بالكورة وتجري منه ويروح وراها فجأة تبص ما تلاقيهوش وتوقف الكورة قدام جيانج ياخدها الطفل ويقول له بابا يقوله ان شبه ابوك يقول له ايوة ويمشي يمشي وراها الطفل لانه مش عارف يلاقي امه فيارد عليه السكرتير ويقول له ان التعاون هيبتدي دلوقتي لازم تروح الشركة فيروح بالطفل ويستغربه كل الموجودين هو متجوز ممكن يكون الطفل ده غير شرعي اكيد ابنه ده شبهه جدا ويقول قدام كل الموجودين بابا انا عايز الالعب ويخلي السكرتير يهتمي بيه ولا انه قاله يا بابا يتأكد كل الموجودين انه هو فعلا ابنه ويسأله هو انت فعلا متجوز ميردش عالسؤال ويعمل الاجتماع عشان يوقع العقد ويرجع معا البيت ويقول الطفل قدام كبيرة الخدم ان بيت بابا كبير كدا تتصدم بابا يقول لها ايوعي تقولي لأمي ده مش ابني تقول له لا طبعا مش هقول تقول في نفسها لكن هو شبهك جدا هو فعلا ابنه غير شرعي ويقول الطفل في نفسه لازم اتصل بماما عشان تيجي هنا ونعيش كلنا سوا ويكون الطفل شقي جدا وبيلعب طول اليوم ويهتم بيه جيانج والخادمة لدرجة ان جيانج بينامه هو مكانه وبيسأل المربية فين شين تقوله هي لسه في الاجازة يقول لها خليها تسيجي بعد نص ساعة دلوقتي بسرعة فتسيجي بسرعة ان فعلا ما قدرش اكون هنا ابني ضاع مني لازم امشي فجأة تشوف ابنها مع جيانج فتقول لها لكن انا خلاص لقيته وتقول لها الخادمة مهمتك انك تهتم بالطفل ده ويستنتج الطفل ان بيت جيانج ما كان عامل امه ويقول الطفل انه بيحب العامة عشان ما يكتشافش جيانج ان هي امه ويهددها جيانج لو الطفل بس خسر اي حاجة من وزنه هيخصم من مرتبها وبعد ما لقي اهله هترجع تشتغل في الشركة تاني وتروح تعمل لابنها اكل لانه جمعين وتاخد كبيرة الخدم اجازة لان عندها مشكلة في بيتها ويكون الطفل مستني جيانج قد نمي الباب اول ما يخرج يدلق عليه العصير انا فعلا ما قصدش يا بابا طبعا بيصدقه ويرح يغير ملابسه ما يلاقيش ولا قم يسيلبسه لان من ساعة ابنه اخد ملابسه وخباها ومعرفش يلاقيها يروح يسأل شين على ملابسه وهي رايحة تدور عليها يرمي ابنها قشول الموز وطوع بسببها ويلحاها جيانج وتروح تجيب له الملابس تتصل بي امه وتقول له انت فعلا لازم تتجوز اختار بنت عشان تتجوزها انا هجيلك يقول لها الوقت متأخر تعالي يوم تاني تقول لنا قدام البيت يتصدم ويروح بسرعة ياخد الطفل ويخليه مع الشين لكن بيقع من الطفل لعبة يطلب منها تهتم بي وميعملش اي صوت علشان امه هنا وتسأله شين هو انت زي مع الجيانج يقول لها لما مالكيش رجعت مع بابا تقوله ما تقولش على الشيطان ده ابوه وتطمن عليه امه وقبل ما تمشي تجوف اللعبة يتصدم وتقول انت فعلا دايما وانت صغير كنت بتحب اللعبة دي وتمشي وفي الشركة يكون السكرتير مش لايه اي معلومات عن الطفل وكمان محدش بلغ في الشرطة عن فقدان طفل يستعرب جيانج ممكن فعلا عائلته تكون مش عايزاه يقول له السكرتير طب ممكن يكون ابنك انت لانه شبهك جدا لان يوبي رجعت من السفر كان معاه طفل في نفس العمر ده يقول له لا مش هي البنت اللي كانت معايا لكن ممكن الطفل يعمل له اختبار ابوه ويحاول السكرتير يلعب معاه ويخليه يستخبع عشان ياخد شعره من شعره ويعمل اختبار ابوه ويكون مش ابنه لانه اخد شعرة الام على المخدة مش شعرة الطفل لان الطفل دايما بيقص شعره امه اللي بيقع ابعدين تقول لابنها خلي بالك من صرفاتك لان لو جيانج اكتشف انك ابني هنكون احنا الاتنين ميتين فجأة ييجي جيانج ويسألها اهلي مش ممكن اكتشفه تعرب من كلامه وتيجي تمشي تقع وتمسك فيه ويوعه هما الاتنين ويديها بتجي عالكهرباء ويتكهربه ويفقد الوعي وتفوق في المستشفى وابنها جنبها يقول لها يا ماما لكن بتتبدل روحها مع روح جيانج بسبب الكهرباء والبارق والرعد اما الاتنين ارواحهم اتبدلت هو بيصرغوا بصعب الصدمة وبعدين تسأله هو الطفل قالك على اي حاجة يفتكر وهو بيقول يا ماما ويقول لها لا ومن الافضل ما تقوليش للطفل اننا اتبدلنا اتارواحنا لانا ممكن ما يستحملش من الصدمة ويروح للطفل على انه هو امه ويسأله هو انت اللي بتقول يا ماما يقول له انت غابية هو انت نسيت ان انا ابنك ويقول غرض شين ايه انها تكون هنا مع ابنها وبيقول له هو انت ليه فاكر انه هو ابوك يقول له انه هو شبهي جدا وياخد شعرة منه ويروح يديه للسكرتير اول ما يشوفها يقول انت هنا ليه تقول انا جيانج ويثبتل ان هو فعلا جيانج وانه روحه ما تبدلت مع شين ويخلي ايام الاختبار ابوه تاني فعلا بيكون جيانج ابوه وبعدين تيجي ليه امه وتحاول تقنعه انه لازم يتجوز ليه ويكون هو واقف لانه روحه في شين ويبصلها علشان ترفض فتصرخ عليه امه انت هنا ليه عشان تسمعينا امشي من هنا ويعرف جيانج ان الطفل ابنه لكن شين مش عارفة ليه بتحاول تقرب مني انت اختفتي من خمس سنين ويقرر يتحقق عن كل حاجة عنها بنفسه ويجي الطفل عشان يغير هدومه طبعا بيروح لولدته ولان ارواحهم متبدلة بيكون جيانج عايز يساعده لكن بيقولوا لا انا عايز ماما وهي طبعا لانها هي جيانج مش بتعرف تلبسه وتروح الشركة لانها في جسد جيانج وتكون مش عارفة تتصرف ازاي يجي جيانج هو متعصب ويقول انها المساعدة بتاعته وانها هي اللي تاخد كل القرارات طبعا لانها جيانج وأرواحهم متبدلة يقرب منها ويقول لها لازم لاقي طريقة علشان أرواحنا تتبدل تاني وبيخلص شغله يلاقيها مع ليه قادة ومخليها تأكله تاخده وتمشي يقول لها انت بتعملي كده ليه تقولوا بسبب اتفاقنا لو انت بقيت معاها هتديني فلوس اللي اتفاقنا عليها وتوعده ان هي مش تستخدم جسمه وحش فم اصلحتها ابدا وتمسك ايده يتوتر جدا ودين تكون لبسة لبس الخدم وبتعمل اكل واول ما يسمع صوت ليه تاخد الملابس ويلبسها هو ويسألها هو انت هنا ليه تقول انت زيك بتسأليني لان اللي سألها جيانج في جسد شين وتقول لها جيانج هو اللي عزمني على الغداء وتتنمر عليها ليه وفجأة يحصل برق ورعد تاني ويروح لها بسرعة ويحضنها عشان تتبدل ارواحهم وفعلا بيتبدلوا واول ما يفوق يصرخ عليها لان ليه كان بتتنمر عليه لانه كان في جسد شين ولانه متعصب تقول لها جيب لك مية يمسكها وتحاول تقوم يمنعها انا عارفة اني غلطت لما عزمت ليه وتحاول تقوم لانها تذهب لبنها قبل ما تقوم يعالج جرحها من الوقعة وييجي الطفل وتروح ترتب بسرعة لانها تحرجت ويهتم بيها ويسأل الطفل هو انت ليه تقول الخدمة يا ماما هي امك استعرب الطفل ويقول انت ممكن تنادي عليها بأي حاجة عايزها فينادي عليها بأمي تتصدم وتكون عطوقة عليها الكتب يجي الجنجي ويحميها ويقولها هو قال انك أمه اشرحي من غير كذب وتقوله ان هو دعم منها في المتجر وما تعرفش ازاي جيه هنا في البيت وهو بينادي عليك أبويا من يوم ما شافك لانه شايفك شبه ويقرب ويقولها ما تنسيش في بينا اتفاق تقول لها كان دلوقتي ليه وبتكرهني يقولها خلاص انت لها تكوني معايا يقولها انت ملكي يعملي كل حاجة عشان اقدر اسامحك بيها فتهرب وتقرر ان هي تهرب من البيت هي وابنها لانها مش عارفة تعمل ايه معايا لكن ابنها بيطلب منها دفع يرثم دراسة يتصل بيها الجنجي عشان تجيب له منشافة في الحمام تقول له مش مناسب يقولها اتيع دلوقتي لانه ما فيش اي منشافة وانت المسئولة عني وتروح له قبل ما تمشي يطلب منها تساعده تتصدم ولا يخص المرتبها فتغمل عينيها وتساعده فيفتح عينيها ازاي هتساعديني طبعا لانه هو لابس وتقول له انت عايز ايه تيجي تمشي يمسكها ويحاول يقرب انت بتعمل ايه انا مش ممكن اعمل كده واخد فلوسك اتأذى مليار يقول لانا اسمعت ان فيه شخص محتاج يدفع رسوم دراسة ابنه ليه مش عايزة تكوني معايا ويسألها هو انت مش شايفاني وسيم تقول له ازاي انت وسيم جدا انت اوسم واحد شفته في حياتي يقول لها طب ليه مش عايزة تكوني معايا وحبيبتي دي فرصة كويسة ليكي علشان تكوني حبيبتي ترفض وتبعد عنه وبعدين بيروح يدفع فلوس الدراسة وتقول له ايه هي طلباتك يقول له عملي ليه الغداء وتعمله الغداء وتروح له الشركة وتروح في مواعدها بالزبط وتخلي السكرتير ياكل معاهم لانه ساعدها كتير لكن بيكونش ينجي غطبان انه موجود فيمشي بسرعة يقول لانت معجبة بيه تقول له ده ساعدني كتير في اكتر من كده هو موساعدك فيها ايه لو خلينا ياكل معانا يغضب لانه غيران ويقول لها انت الخدمة بتاعتي مش ممكن تخدمي اي حد تاني لو اكتشفت انك خدمت اي حد تاني هعجبه وتاخد الاكل لانه مش هيكل ويقرب منها ويلمس والشاه انت بتعمل ايه فيقربها منه وييجي صاحبه ويشوفهم تتحرج وتمشي ويغضب جيانج عليه وتكون غطبانة جدا منه ازاي يحاول يعمل كده معايا انا لازم امشي من البيت اجمع الفلوس بسرعة ويقول لها انها تروح معاها حفلة ترفض ازاي هروح معاك مش ممكن كل البناتها تبصلي لان انا معاك مش ممكن اكون انا ده انا مجرد خدامة لما رفضت يكون هيقرب منها فهتوافق بسرعة فيقرب منها ويمشي تصرخ ازاي يعمل كده او تروح معاها الحفلة وتكون خالة برد يقلع الجاكت ويغطيها يتصدم كل الموجودين هي دي حبيبته الجديدة ويجي حبيبها القديم وتصدم اول ما يشوفهم يقولوا انت مهتم بحبيبتي تتصدم ويقبل ايديها قدامه يقولوا لا طبعا وتشوفهم ليه وتكون غطبانة ازاي يجيب معاك خدامة انا لازم علمها درس ويحذرها الحارس انها لو عملت اي مشكلة السيد جيانج مش هيسمحها لكن مش بتستحمل غضبها وتروح وتقول له انت زي تجيب معاك خدامة للمكان ده مش ممكن اشخاص زياها يجو هنا ويقول الموجودين علشين انها جميلة وتقول لها ليه وانت فاكر ان الجيانج فعلا معجب بيك انت بتحلامي هو حنون مش اكتر يقول لها الجيانج هو انت تعرفيني عشان تقولي علي حنون ابعدي عن ننا تتعصب وتجي تضربها يمسكها دو انت واقحة ازاي تعملي كده في اليوم ده تعالي معايا عشان نتكلم عن تعاون الشركة ويمشو يسألها الجيانج هو انت تعرفي دو تقول لها مش عايز اعمل مشاكل وتيجي شو وتشوف الطفل بيأكل من الحلويات تغضب عليه يقول لانا مش باكل حلوة ابدا وتخلي الحارس يخرج الطفل برا وبيتم اعلان خطوب تشوف دو ويلاحظ دو شين ماشية يروح وراه ويسألها عايزة تقولي ليه اي حاجة تعتذر لان الجيانج مستنيها وتمشي والامن بيخرج الطفل يغبط في الجيانج ويقول له الطفل بابا هما بيتنمروا علي يعتذر الحارس انا ما اتنمرتش عليه هو كان بيجري كتير هنا بيدور على اهله فينادي على الطفل بابا يقول له الحارس انا ما عرفش انه هو ابنك يقول لسكن ومش ممكن حد يعرف الخبر ده يوعده الحارس ويمشي ويطمن ابنه ان ما فيش اي شخص يقدر يتنمر عليه ويتصل بيشين وتقول له انا رتبت كل حجم عليه وهي هتكون مستنياك في الفندو الساعة 5 يقول له انت ممتازة وتفتكر لما رتبت كل حجم عليه وتقول لانا دلوقتي هقدر اصرف من الفلوس وهدفع الديون اللي عليا وهكون بنت غنية وسعيدة وتروح ليه الغرفة تلاقي جونج مستنيها تقول لانا كنت فاكرة ان شين بتجذب علي لكن انت فاعل هنا ويقول لانا خلتها تسديكي وردة علشان تيجي وتشوفيني انا وشين سوا مش اكتر تغضب وتمشي وبعد انت قابل شين دو ويسألها هو انت ليه مع الجونج تقول لانت هتتجوز مش مناسب اننا نتقابل لو خطرتك شافتنا سوا هتفهم غلط يقول لها يا اختك لكن كل ده خطأها انا لما شفتك النهاردة كنت حزين وعرفت ان عايز اكون معاك ترفض وتمشي وشوفها الجونج وهي معاه ويغضب وترجع البيت تلاقيه تقول ل انت هنا ليه يقول لانا ان قلت الليه وكلام سيء ويسألها انت كنت فين تقول لها كنت مع صديق قديم فيقرب ويقول لها متأكدة ويجي لها رسالة من السكرتير ابن الجونج عارف انها كانت مع حبيبها القديم تقول لها انت عارف هو كان حبيب القديم وتسأله وانت مش خايف اكون بقول اسرار الشركة لي يقول لها لأ طبعا انت مش كده وانا شايف ان هو مش مناسب ليك انت ليه انا وبس انت ملكي ممكن تفكري فيه انا تقول لها ما تقولش الكلام الفارغ ده بكرة انا هحضر ليك الاكل ويقول لها انا عارف ان انت بتعملي ليه الاكل علشان هكون سعيد فيقول لها ما تقبلهوش تاني تقول له ما لكش دعوة بي يقول له انا بهتمي بيك لان انا بحبك تتصدم مستحيل يمسكها بصي لي مش ممكن تكوني مش بتحبيني ايه رأيك فيه تقول له انت واقع يقول له من خمس سنين انت اللي كنت معايا انت نفيتي انا كنت بدور عليك الفترة دي كلها حتى ابنك حاس ان انا ابوه لان انا شبهه انت مش شايفك كده ليه تقول له ازاي في قرب منها عشان تفتكر افتكرتي تفتكر وتضربه وتقول لها انا كنت كل الخمس سنين دي عايشة في حياة بقاسة وكنت ام وقب ومدينة بديون يقول له انا دفعت كل الديون انا اسف انا لقيتك بعد دفوات الاوان من اول يوم شفتك فيه وانا بحبك وتخليها تنادي عليه باسمه الاول من النهار ويقول لها دلوقتي انت سيدة القصر السيدة جيانج ويتقدم لها للجواز تقول لها مجرد خدامة يقول لها مش مهم انا بحبك بحبك انتي انتي ممكن تحبيني تحضنه وتقول له انا كمان بحبك او كي تنتهي الدراما اشتركوا في القناة